قلت الست لما قلت الميل اكتر ان احنا بنحب نعبر عمشاعرنا نحب نرغي كتير اللي هو فاكر لما معرفش ايه وانا بحس بايه ولما قلت جبتلي الورد فقال خلتني معرفش يوميا احنا نحب نرغي عمشاعرنا كتير لكن نكد لا انتم بجالة ياخدوا الاسكار في النكد انا لما جيت في الخيانة قلت العلاقات خارج الزواج لما جيت في النكد قلت المبالغة في التعبير عن المشاعر خلينا اشيك ماشي نبتدي امشيك يا دكتور مهايب اوكي انا موافق طيب بس يعني انت معايا ولا لا لما تيجي مسلا مراتك تقول لك ايه انت بطلت تقول لي كلام حلو فاكر زمان لما كنت معرفش بتجري تجيلي من شغلي ولما كن متخانقين انزل الايك وقفلي تحت شغلي ومستنيني ليه الراجل بياخد الكلام ده استفزاز له اه يوه تاني هتحكيلي تاني هو انت بتزهقيش ليه تبقى القعدة ما ده برضو سيطرة خلي بالك سيطرة في انه هو يخليها ما تقولش كية تاني يجبتها لغاية ما تنطقش خالص يعني عايزة تتكلم مفيش تفتكري بيقدروا يخلوا الست ما تتكلمش اه لا في حالات كتير بتحبط اصخير بالك الاحباط ده يعني ممكن ابي عايزة اقول لك كلام بس تفتكري انا لو قلته هتقولي كذا وتعمل كذا فتلاقيني انا احبط مش عايزة اتكلم خالص